تجاوزات وإساءات وتطاول لسان حال الآلة الإعلامية في الدوحة حيث استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الهجمة الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام القطرية تجاه مجلس التعاون وأمانته العامة حملة ظالمة تجاوزت كل الأعراف بحسب وصف الزيان للهجمة القطرية التي استخدمت خطاباً إعلامياً غير معهود من أبناء الخليج وملئاً بالتجاوزات والإساءات والتطاول وعبر الزيان عن استغرابه الشديد من محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية رغم أن المسؤولين في الحكومة القطرية وإعلامها يدركون تماماً أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد قادة دول المجلس وليس بيد أحد آخر واستهجن الزيان مساعي بعض الإعلاميين في قطر لربط موقفه من الأزمة بجنسيته البحرينية مطالباً بضرورة التوقف عن تلك الأساليب التي تضر ولا تنفع تخبط مستمر بين سياسات قطر المستميتة للبقاء في مجلس التعاون وبين أعلامها الدائم الهجوم على البيت الخليجي